أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدولي اتصالات هاتفية بكل من وزيري الداخلية والصحة ومحافظ الجيزة لمتابعة تدعية حدث اشتعاد سيارة ملاكي وأخرى أجرى بمنطقة الدقي ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص دون وقيع وفيات كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قد أجرى تحويلات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز لحين إجراء خبراء المفرقات بالجيزة معينة موقع الحدث بمطلع كبر اكتوبر في منطقة الدقي وذلك لإبعاد السيارات عن الطرق المؤدية لموقع الحدث